بونجور نيس كل شناحويلكم باشا يسألوني عاليش تلبس في الماسك ميزل تلبس في الماسك نقولهم ريالما اللي ميقراش عالكورونا وميقراش لزيتود سيانتفيك ستوتافي نعمال كبشي تخلص فاسيلمان من الماسك ميجاريف با لفره انا نعملكم الفيديو هذية بش نستدعاكم اليوم المدينة الثقافة بش ما تنسيوش عن منتدى الصحافة لزاسيس دو جورناليزم واللي اليوم بش نحكيه عالصحافة العلمية انعموا با بارلي دو جورناليزم سيانتفيك مع سيهيش مينوزي ديركتور دولانستيتوت باستور ومادام روبا تواتبية جورناليزة باليستينيان كي في بكود انفستيغاشون على المشاكل البيئية وكل ما هو متعلق بالبيئة وهي عضوة اصلا في شبكة اريج وعندها اكثر من تحقيق دولي ومتحصلة اذا على جوائز دولية بش نحكيه عالا اهمية الصحافة العلمية اليوم وهم حاجة اللي هي العلاقة بين البيحث والصحفي هذيك عاليش ماذا بيا الناس الكل تكون حاضرة على خاطر سيبغي كل يوغا لكن زيد الكلمة للجمهور واذا عندكم دي كيسيان نجم تسألونا على خاطر فرصة بش نحكيه اليوم على الصحافة العلمية في تونس وانا شخصيا فرحانا برشا على خاطر نان سلمان ك جو برزيد لبانيل هذي لكن هي فرصة بش نسل كل دي تسمع اكثر بالشبكة العربية للصحافة العلمية لأساسناها زميلي احمد الشميري من اليمن وانا ومجموعة وثلة من الزملاء البحثين والصحفيين واللي قد ملهم تحية كبيرة برشا على المجهود اللي قاموا بيه منذ تأسيس الشبكة اللي احنا لسه مزلنا معمنيش عام لكن قمنا بأكثر اذا من دورة تدريبية يعني عشرات الدورات التدريبية وعشرات المحاضرات وماذا بينا تلتحقوا بينا العديد من الأحديث في الأيام اللي حقا بش نعنو عليها قريبا وماذا بينا زيدا تكونوا حاضرين معانا اليومة في مدينة الثقافة في أهم حدث فرنسي يقام للمرة الثانية في تونس ولكل ما ليكم تج متسألون الأسئلة اللي تحبوها الكل واللي تخطر على بيلكم خاطر راهو كي نحكيو على غولة سيانتو جوغناليست سيانتيفيك راهو اليومة فم مهارات للصحف العلمي راهو اليومة زيدا فم مهارات في التواصل للباحث والليومة زيدا يزمنا نتذكروا اللي ألف الأبحاث العلمية اللي نقوموا بيها في الجامعات والمخابر البحثية تبقى في الرف يعني في الدرج وتتذكر عليها وقال شلو هاي كافي بيغوني مثلا في تونس وغيالما ييبا ديكسploitation دي دوني سيانتيفيك هذا كعليش لجورناليزم السيانتيفيك اتخيز ابرتو ومالسؤالات اللي بيش سأل اسكو اليومة لجورناليزم السيانتيفيك ستون مد هر فقط مع الكورونا وليك بيش نواصلوا مع السحافة العلمية شخصيا بيش نواصل الشبكة العربية للسحافة العلمية بيش تواصل لكن توما يزمكم تسل رويحكم هل الوقت نتوى بيش تلتحقوا بالسحافة العلمية كإذن صحفيين وكبحثين هل الوقت بيش تتواصلوا أكثر مع الاعلام وإلا اليومة مع العشرة متاع الصباح بمدينة الثقافة في تونس نستانيكم نسكل شخصيا بيش تلتحقوا بالسحافة العلمية